اخواني اخواتي سلام الله عليكم مرحبا ازول فلاون بسرخير فلاون في هذا اللايف المجدد في هذا يوم اثنين خمسة وعشرين نوفمبر سنة 2019 في هذا اللايف اخواني اخواتي سوف نتكلم في بعض النقاط منها اولا اول نقطة هي اطلاق صراحة الانسة البطلة سيدة نحماني نور الهدى في العاصمة حملة الاعتقالات كذلك سوف نتكلم حول ما جرى اليوم من يعني عسيان مدني حضاري سلمي لهذه الحملة الانتخابية الزائفة التي يقضيها الشعب ما جرى في الاخضارية ما جرى كذلك في قسنطينا وودسوف كل هذا سوف نتكلم عنه اضراب 27 و 28 نوفمبر والتصعيد السلمي ثم النقطة الخامسة التنسيق الذي اقترح من بعض الاخوة المقيمين في الخارج خاصة في اوروبا وامريكا الشمالية كذلك النقطة الاخيرة سوف نتكلم عن موقف البرلمان الاوروبي الذي برمج حوار سوف يناقش الوضع في الجزائر وهذا ما تستغله السلطة اليوم عبر ما يتكلمون عنه بالتدخل الاجنبي عبر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية التي تندد بهذا ما سوف يقوم بها البرلمان الاوروبي اولا اطلاق صراحة الاخت الانسة البطلة دحماني نورهودة في العاصمة شيء ايجابي وايجابي جدا نبارك لها ونبارك لعائلتها وكل طلبة وطالبات الجزائريين والجزائريات على هذا اطلاق صراحة نتمنى ان يطلق صراحة جميع المسجنين السياسيين سواء كانوا طلبة او غير طلبة وان تقف السلطة الفعلية والبوليس السياسي عن هذه الاعتقالات التعصفية التي ليس لها اي اساس قانوني تانيا الاعتقالات لاحظنا هذا التصعيد اليومي للشعب الجزائري خاصة تصعيد في المسيرات الليلية هناك حمرت اعتقالات قوية وقوية جدا في كل مساء اليوم رمضان هناك عشرين او ثلاثين اخ معتقل في العاصمة اليوم محكمة باينام محكمة بابلواد يعني حكمة على معتقالين في العاصمة خرجوا في مسيرات الليلية بسنة السجن نافدة وعني هي يعني احكام قاسية وقاسية جدا نتمنى ان يعني يراجع اخواننا واخواتنا القضاة هذا الموقف السياسي القضائي السلبي من ضد من الشعب الجزائري وتورته السلمية ومطالبه السياسية المسرعة كذلك احيي اخواننا الذين يعني خرجوا للتشويش السلمي ورفض مجيء السيد بن جرينا في مدينة الاخضارية ولاية البويرة في هذا الصباح كانت بأعداد كتيفة وبشجاعة يعني معهودة على ناس الاخضارية وكذلك اخواننا في قسنطينا الذين دخلوا الى قاعة المحاضرات التي كان يريد ان ينظم فيها تجمع انتخابي المدعوى المترسح بالعب العزيز بالعيد نحيي كل احرار في كل ولاية في ودسوف من قسنطينا بيجاية وهران مستغانم تيارة معسكر بالعباس ادرار ورقلا تيندوف توقورت تامن راسد البوليدا التي خرجت هذا المساء في مسيرات كذلك ليلية وكل مدن مستغانم ولاحظت هناك صور من جيجل من سكيكدا يعني الجزائيين دخلوا في منطق طوري سلمي ضد أفوا ليس فقط هذه الانتخابات بل ضد منظومة الحكم كلية ضد منطق الدولة العسكرية أو النظام العسكراتي ويريدون دولة مدنية وليست عسكرية أريد أن أركز في هذا اللايف إخواني أخوتي على نخرة الإدراب التي دعا لها بعض الإخوة الجزائريين خاصة المقيمين في الخارج ومن الجزائر إدراب 27 و28 نوفم القادم يعني بعد غدوة يومين يومين من الإدراب يعني نقدروا إحنا كجزائريين نقدموا يومين لبلادنا شيء سهل ماشي صعب أن نقدموا يومين لبلدنا الكريم في العمى الذين يعملون في الوظيف العمومي أو في الشركات الخاصة أو في قطاع الخدمات وخاصة خاصة التجار منهم كي نحدو يعني ما قام به أباؤنا وأجدادنا في إدراب الثماني الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني كي يعني تبيني المجتمع الدولي أنه هناك شعب في الجزائر شعب حي ليس ميت والشعب هذا كان مخارطا في التورة التحريرية والشعب يرفض الاستعمام نحن كذلك اليوم يعني ننادل من أجل يعني رحيل واغتلاع بقايا الاستعمار الغاشم لأننا نرى أنه إخواننا مثلا أبونا وجدنا المجاهد عميل اختربور رائد في جيش التحرير الوطني هو اليوم مسجون لأنه قال كلمة لا ترضي رئيس أو قيادة الأركان كما سجنه بمدين غدة الاستقلال وعدبه وكما يعني حاول الاستعمار أن يقتله وأن يطالده في جبال القيتري في الولايات الرابعة التاريخية إذن التصعيد بالإضراب 27 و28 نوفمبر لأنه مثلا عندما نلاحظ اليوم ماذا جرى مثلا في انتخابات هونغ كونغ هذه المقاطعة التي هي تحت السيادة الصينية والتي كانت يعني مقاطعة بريطانية يعني سلمت للصين في إطار اتفاق بين المملكة البريطانية والصين يعني الشعب الهونغ كونغ الشعب الهونغ كونغ في هونغ كونغ استطاع أن يصل إلى انتخابات حرة وأن تفوز فيها يفوز فيها أحزاب المعارضة أو من هم مع يعني ما يظنه أغلبية الشباب وشابات والشعب في هونغ كونغ يعني وصلوا إلى هذه النتيجة واستطاعوا أن يجعلوا من بكين من حكومة الصينية التي تحكم في أكثر من مليار ومئة أو مئة مليون شخص تاني أكبر اقتصاد عالمي قوة عسكرية باهرة قوة مالية باهرة حزب واحد وهو حزب الشيوع الصيني يعني هذه القوة العسكرية والمالية والاقتصادية والإعلامية استطاعوا أن يعني أن يجعلوها تتراجع إلى الوراء وأن يفرضوا انتخابات حرة هناك في هونغ كونغ أنا لا أتدخل في الشأن الهونغ كونغي أو الشأن الصيني ولكن أقول إخواني وأخواتي أن التصعيد السلمي هو الوسيلة الوحيدة والأنجع التي قد تسمح لنا إن شاء الله بالفوز في هذه المعركة أو هذه التورة السلمية ضد النظام العسكرية لإرساء وبناء قواعد دولة مدنيات ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان تحترم فيها يعني الأراء السياسية وتحترم فيها كرامة الإنسان الجزائري مهما كان توجهه السياسي ومهما كان يعني تفكيره السياسي ويسمح وتكون هناك دولة وقوانين تسمح وتحمي الجزائري والجزائرية إذا أراد النشاط في الميدان السياسي في الميدان التقافي في الميدان الجماعي وكذلك حتى في الميدان أو الميدان الاقتصادي يعني كل قوانين ومجملها اليوم قوانين الاقتصادية لا تسمح بالاستثمار لا تشجع الاستثمار لا تشجع الإنتاج لا تشجع التصدير لا تشجع التصنيع لا تشجع الفلاحة لا تشجع السياحة لا تشجع وجود اقتصاد جزائري خالص يسمح لهذه البلاد أن تخرجها من تبعية المحروقات سوف نتكلم في نقطة أخيرة عن الوضع الاقتصادي إذن إضراب 27 و 28 نوفمبر خاصة إخواننا التجار مهم ومهم جدا يعني كل من يستطاع أن يغلق الحانوت التاعه لا يغلق القهوة التاعه ولا المطعم التاعه إلا الصيدليات يعني لا نريد أن يكون هناك مشكلة في التداوي أو في الحصول على الدواء يغلق واللي الذي يستطيع لا يذهب إلى العمل لا يذهب إلى العمل لأنها يومين من أجل الجزائر يومين في حياتك من أجل هذه البلاد هناك ناس رأي في السجون كان الناس هجرت كان الناس شهداء ماتوا على هذه البلاد أنت وأنت أخي وأختي الجزائرية يعني تستطيع ما نقولوش بسهولة ولكن تستطيع أن تقدم يومين من عملك إلى هذه البلاد كي نقول لا لهذه المنظومة العسكرتية نقول نعم للدولة المدنية الديمقراطية نقول نعم لجيش وطني الشعبي قوي يكون في إطار مهامه الدستورية يكون خاضع أقول خاضع وهذا ليس عيد وهذا حال كل الجيوش المتقدمة جيوش الدول المتقدمة يكون خاضع للسلطة السياسية المنتخبة بطريقة حرة أنا لا لست هنا كيدافع عن ميسمة بالديمقراطية الأمريكية لأنني أعلم أنها ديمقراطية المال والأعمال ولكن هناك دول أوروبية خاصة دول أوروبا الشمالية استطاعت أن تصنع نماذج ديمقراطية سياسية فعالة مثل دول كالنرويج كالسويد كالدنمار كإسلندا كفيرلندا ولما لا نحن شعب له عقل له عقول عندنا مهندسين عندنا أطباء عندنا أئمة عندنا كلش عندنا كلش عندنا العقل عندنا المقدرة الطبيعية لما لا نصنع من بلدنا يعني جنة فوق الأرض كما صنعها وناس من آخرين في دول لا تطلوا فيها الشمس إلا شهر أو شهرين في السنة إذن التصعيد السلمي في مسيرات ليلية كذلك شفت صور في مسيرات ليلية في سكيكدا صور جميلة جدا في ودي سوف شفت مبادرة كذلك من الإخوة والأخوات الأساتد الجمعيين من جامعة عنابة أحييهم في هذا الفيديو أحييهم على هذه المبادرة أحييهم يعلنون أنهم يقاطعون هذه الانتخابات ويرفضون هذه الانتخابات ويفسرون في فيديو رائع قد نصرته عبر الصفحة الشخصية أن هذه الانتخابات هي مهزلة سياسية ولن تسمحها إلا بإعادة إنتاج النظام القديم الجديد وأن المرحلة الانتقالية الديمقراطية هي السبيل الوحيد نحو الانتقال من نظام عسكراتي شمولي إلى نظام مدني ديمقراطي يسمح للكل في المشاركة السياسية في هذه البلاد وحيي هذه المبادرة وأطلب أطلب من الإخوة الأساتدة من كل الجامعات أن يحدو حدوة إخوانهم في مدينة عنابة في مثل هذه المبادرات سواء في كتابات أو في فيديوهات قصيرة تسمح لأطلب الجامعيين تسمح لكل الشباب أن يصل إلى المعلومة بطريقة أكاديمية سهلة كي نفهم أن هذه القضية ليست قضية فلان أو ضد فلان أو قضية منهم في الخارج ضد منهم في الداخل أو قضية منهم في السجون ضد منهم في التكنات أو في قيادة الأركان بل قضية مستقبل هذا البلاد وبطريقة علمية أن مستقبل هذا البلاد في خطر إن لم تتغير الأمور السياسية في بلادنا وبقت على حالها بعد الإخوة من أخ محمد العبزيتوت طرحوا فكرة التنسيق من أجل أمور عملية للتورة السلمية وهذا التنسيق لا يعني التمتيل خاصة من إخوة يعني يقومون بالخارج يعني في أوروبا أمريكا الشمالية وحتى في المشرق العربي أنا شخصيا أتمن مثل هذا المقترح لأنه وصلنا إلى مرحلة أولا الحرية السياسية شيء يعني صعب المنال في الجزائر ولكن سوف سوف نناله وسوف ننتصر إن شاء الله ولكن إخوة المناضلين والأخوات المناضلات الذين هم موجودون وموجوداتهم في الجزائر يعني تحت مطرقة البوليس السياسي وتحت مطرقة السجن ونحن لا نريد لهم ذلك نريد أن يكونوا في يعني أحرار كي يؤدوا عملهم النضالي يعني بإعتمى معنى الكريم وعني نتاج عملهم هو إيجابي وهم طلقاء وهم أحرار وليس داخل السجون لهذا أظن أنه فكرة التنسيق بين إخوة وأخوات يعني ناشطين أو مناضلين سياسيين معروفين لهم مصداقية لدى هذا الشعب في الخارج الجزائري كي يعني لا أقول يوجهون بل يقترحون على الشعب الجزائري بعد الخطوات العملية في إطار العمل السلمي أو النضال السلمي قد يكون شيء جيد ويسمح لإخوان والأخوات في الخارج وفي الداخل أن تكون لهم رؤية موحدة حول يعني ما يجب أن نقوم به في الأسابيع والأيام القادمة الموقف النقطة القبل الأخيرة كي لا أطيل على إخواني وأخواتي هو موقف ما يسمى بالبرلمان الأوروبي الذي أراد أو يريد أن يفتح نقاشا حول الموضوع الجزائري في هذه الأيام المقبلة ورأينا اليوم وزارة الخارجية الجزائرية طلع بيان وتقول نحن نرفض أي تدخل أولا نحن كجزائريون وكمعارضون لهم فكر مخالف للفكر العسكراتي لم ندعو أي طرف أجنبي إلى التدخل وقد يكون أقول قد يكون كما قال الأخ إسلام بن أعطية وأنا أرجح أنه يعني محق في هذا الأمر قد يكون هذا الشيء مفتعل كي يجعل من النظام يجعله ضحية لتآمر دولي وكي يسوق للداخل الجزائري لبعض العقول التي لم تفهم بعد ما معنى النظام العسكراتي ومحاولة تجديد تجديد النظام التي يسير فيها في هذه الانتخابات المقبلة يعني يحاول أن يدعى نفسه في يعني في دور الضحية وأن الجميع يتعامر ضده أولا الجزائريين الأحرار والجزائريات الأحرائر لم يطلبون ولم يطلبنا أي تدخل أجنبي هذا أولا تانيا من ذهب للأجانب كي يشرح لهم ما يجري في الجزائر ويعطيهم يعني ضمانات ويطمئنهم حول الوضع في الجزائر هو النظام أولا بالحملة أو الزيارة التي قام بها ربطان العمامرة إلى الصين إلى روسيا إلى بعض الدول الأوروبية عندما كان وزير خارجية في حكومة بدوي الأولى تانيا رأينا أنه هذا ما يسمى بالرئيس بن صالح يذهب إلى المحافل الدولية وخاصة ذلك الاجتماع الهزيل الذي جمعه بالرئيس بوتين ويشرح أنه الجزائر بخير وأنه بعض العناصر هي من تقوم بالتحركات وليس كل الشعب الجزائري وأن الجزائر والجزائريون يعني ماضونا في انتخابات 12 ديسمبر وأنه يعني هذا المشروع الانتخابي سوف يرى النجاح رأينا كذلك خبر هذا الأسبوع والصحافة الجزائرية يعني حاشة بعد الصحفين أحرام من صحافة العار يعني لم تغطي كما هو الواجب يعني برسيدن السيناء الذي هو كان مجاهدا يعني في طورة التحللية من الأوراس يعني زيارته إلى المجلس الشيوخ الفرنسي لسيناء فرنسي ويعني قام هناك بخطاب سياسي حيث أراد أن يطمئنا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وطمئنهم بأن الوضع في الجزائر إلى تحت الرقابة وأن هناك انتخابات والشعب ماضي في هذه الانتخابات يعني كيف لمجاهد الساعة الأولى النوفمبارية سيد صالح بوجيل أن يأتي إلى فرنسا ويعشمح لنفسه يعني يعني يعطي ضمانات لمجلس أو أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين كأننا تحت وصاية فرنسية أو وصاية دولية يعني يجب علينا أن نعطي ضمانات كذلك يعني علنية للمؤسسات الأوروبية والروسية يعني 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 من يطلب أو يستدعي التدخل الأجنبي أو الرضاء الأجنبي هو النظام السياسي إذن يعني ما يريد القيام به البرلمان الأوروبي هو شأن البرلمان الأوروبي وكي يعلم الجزائريين أنه قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للحكومات الأوروبية خاصة في موضوع سياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يعني قد يكون هناك نقاش قد يكون هناك قرار ينتخب عليه يعني الأغلبية من النواب الأوروبيين ولكن هذا القرار لن يلزم أي حكومة أوروبية ولن يلزم اللجنة الأوروبية يعني التي هي تمثل الهيئة التنفيذية لهذا الاتحاد والتي تمثل مصالح الحكومات التي تشكل هذا الاتحاد علما أن اللجنة الأوروبية التي مقرها بريكسل والتي هي الهيئة التنفيذية لهذا الاتحاد يعني صدرت أو أصدرت بيانا منذ شهر ونص أو شهرين تساند فيه الانتخابات علنا ولكم تجدوا هذا البيان في جوجل يعني الكوميسيو أو أن تنتظرها يعني كي تصيرها بسرعة لأنها تريد أن تتعامل مع بين قوسين كما قالوا سلطة سياسية ذات شرعية يعني متى كانت هناك شرعية في الجزائر تانيا يعني من يستدعي أو من يستقبل السفراء الأجانب وخاصة الأمريكي والإسباني والإيطالي والهولندي منهم هو عبد المجد تبون وهذه المترسحين يعني لماذا لا تتكلم مزارة الخارجية أو صحافة العار عن يعني هذا النوع من الاستقبالات الغير عادية لمترسحين لا ينسى لهم أي منصب رسمي وخاصة في مرحلة تورية يعيشها الشعب الجزائري يرفض هذه الانتخابات وكذلك يرفض الدولة العسكرية كي يعرف إخواني وأخواتي أن هذه الدول الغربية الأوروبية يعني حتى وإن كانت يعني تتغنى بالديمقراطية وإن كانت ديمقراطيات فعلية في بلدانها مع شعوبها لا يعني تتمنى لا الديمقراطية في الجزائر ولا الحرية ولا أن يتحرر الشعب الجزائري اليوم قليت معلومة في جريدة يعني جزائرية وأكدتها في جريدة فرنسية أخرى أنه القمح الأوروبي يعني صعد السعر بتاعه بفعل أن الجزائر بدأت طالب دولي لاستيراد كمية هائلة من القمح اللين لبلي طندر ينضروا به الفارينة البيضة لفارين بلانش باش نخدموا بههم الخبز الخبز لفارين بلانش لأن الجزائر تستورد القمح اللين وتستورده من أوروبا وبأسعار خيالية وهناك قمح آخر في بلدان غير أوروبية بأسعار أرخص ولكن تستورد من الاتحاد الأوروبي هذا الطالب الجزائري جعل من القمح اللين الأوروبي يعني بس تعرف أين هو تدخل أجنبي أين هي مصالح أوروبا في الجزائر مصالحها مع نظام يعني يجعل من شعبه مقهور ومستعمر في بلده ويجعل من اقتصاد بلده تابع لصادرات أو واردات يعني كل المواد الغدائية والأدوية والخدمات يعني 75% من الكالوري لنأكلوهم كل يوم في طابق الفطور في الغداء وفي العشاء هي كالوريهات مستوردة يعني لا ننتجها نهيك عن الدواء نهيك عن الخدمات وإلى آخره إذن البرلمان الأوروبي لا يمثل شيء ولا يمثل خطر على النظام الجزائري بل بل يخدمه كي يضعه في يعني دور الضحية ويقول هذا النظام لبعض العقول التي لم تفهم المعادلة جيدا أنه الضحية التآمر أو مؤامرة دولية وأنه يرفض هذا التدخل وإذا لم يرد الجزائريين التدخل الأجنبي عليهم بالدهاب إلى انتخابات 12 ديسام مناورة جديدة يعني بائسة معلومة الأهداف والسيناريو لكن نحن لسنا سدج كي يعني ننزلق أو ننزلق في مثل هذه أفخاخ سياسية إذن لا تدخل أجنبي سواء كان من البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي أو حكومة أوروبية أو أي حكومة كانت نحن جزائريون مشكلتنا جزائرية مع جزائريون حتى وين اختلفنا مع قياة الأركان حتى وين اختلفنا مع قياة المخابرات حتى وين اختلفنا مع سيد حمد قيد صارح ولكن في الأخير هم يبقوا جزائريون كمحناية والحل سوف نجدهم معهم إن شاء الله وسوف يأتي الوقت يعني يجلس الجزائريون وجزائريات الأحرار مع من في يده السلطة الفعلية وهي القيادة العسكرية لإيجاد حل توافقي حوار أو لجنة حوار وطنية شاملة وجامعة في الجزائر ولن يكون فيها دخلا للأوروبيين وغير الأوروبيين بإذن الله النقطة الأخيرة الوضع الاقتصادي نقات اليوم في جرائع الجزائرية أنه صادرات الجزائر في التسعة أشهر الأولى نقصت بتلاتة مليار دولار يعني مقارة بالعمل في 2018 كنا حوالي قريب 31 مليار دولار صادرات حلوقاتها ما صادروا له هذا العام في نهاية شهر سبطمبر 2019 تسعة أشهر الأولى من 2019 رانا في 27 مليار يعني هناك النقص بتلاتة مليار دولار لديفيسيد كوميرسيال يعني العجز التجاري للجزائر في تسعة أشهر الأولى من سنة 2018 كان بثلاتة مليار يقارب تلاتة مليار ومتي مليون دولار في تسعة أشهر الأولى لسنة 2019 العجز التجاري الجزائري بخمسة مليار دولار وأكثر من مئة مليون دولار يعني بزيادة مليار دولار عجز في نفس الوقت وكالة بلومبرغ الأمريكية تقول أنه صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو أوروبا لأنه أوروبا والإتحاد الأوروبي هي الزبون الأول للغاز الجزائري انهارت بحوالي 25% في هذه السنة وقارنت بسنة 2018 يعني كل أرقام وكل دلائل الاقتصادية تقول أنه مهما كانت الحكومة لا حج ومهما كان الرئيس يجي سوف يكون أمام أزمة اقتصادية مالية حادة يعني أنا نقول لقيادة الجيش إذا اليوم الشعب راهو الحمدلله يأكل ويشرب بلوزوم راهو يخرج للشارع ويطلب الحرية لأنها ليست تورة جياع تورة أحرار وتورة من أجل الحرية وتورة وعي سياسي كيفاش راكم رايحين ديروا على 2021 و21 إذا كملتوا بهذا التعنط برئيس ما عنده احتشر عيه ببرلمان ما عنده احتشر عيه بحكومة ما عنده احتشر عيه كيفاش رايحين ديروا إذا تظنون أنكم تستطيعون يعني الاختباء وراءها تبون أو وراء بن فريس أو وراء بالعيد أو من أردتم أن يكون رئيس وتفسرون أن يعني هي الخطأ تبون أو الخطأ تبون أو حتى الخطأ لفوت هابوت في قار راح يأخبر لكم حتى واحد لأنه دوركم السياسي في بائسة لقاب بها سيد أحمد قين صالح تجعل منكم قيادة الأركان وقيادة المخابرات أول مسؤول عن الوضع السياسي الحالي وعن الأزمة الاقتصادية لأن راه جاي إذا الوقت أمامكم إخواني من الجيش أن يعني تأتوا إلى حل سوا الوقت أمامكم لأن الحمد لله رانا في سنية والشعب رانا في السنية وما كاش تشاحن في الشارع كبير وما كاش تشاحن كبير ما بين قوات الأمن والدارك مع الشعب حتى وإن كانت هناك اعتقالات حتى وإن كان بعض رجال الشرطة والدارك يعني يخسروا الهضرة ممناش ولكن مازلنا في إطار السنية ونظن خير في إخواننا من الشرطة والدارك وحتى من إخواننا المخابرات لأرجي لأنه في الأخير هم موظفين ومأمورين ولكن الحل مازال موجود هذه الانتخابات هاكم داخلين في حيق ودخلوا البلاد في حيق وانتم ما كنت تدخلوا في حيق يهديكم ربي تراجعوا إلى الوارى هذا لا يعني أنكم أضعى سوف تكون أنتم سوف تكونوا في مرحلة أو في حالة ضعف بل نحطكم فوق راسنا لأنه سوف تقولون أنكم تريدون الذهاب إلى حال سلمي توافقي يضمن لكم حقوقكم ويعني يضمن لكم كذلك الحصانة التي سوف يعطيها لكم الشعب الجزائر ولكن في نفس الوقت دخلونا كجزائرين وأنتم معنا لأنكم توم أولادكم جزائرين كما نحن نعيش في بلدنا في حرية في سلمية نختار الرئيس الذي نريد نختار البرلمان الذي نريد نختار الرئيس البلدية الذي نريد نكتب القوانين الوضعية التي تقنن العمل السياسي والنقابي والجمعوي والتقافي الذي نريد نختار المودال السياسي النموذج الاقتصادي الذي نريد نختار السياسة الطاقوية التي نريد نختار السياسة السياحية في كل ما يدين التي نريد بحرية ما يجيش جنيرال ولا جنيرال مازور سابق فاسد كما تبون وما غير تبون يمليها علينا يعني يهديكم يا ربي الحل مزان موجود الحل مزان موجود ورهوا في يديكم الحل ما هو شوية المعارضة لان المعارضة الشريفة طرحت عليكم اكتر من 72 مبادرة سياسية مكتوبة ومعلومة الاخوان منهم الاخوان راموا في السجن منهم الاخوان راموا في الخارج منهم الاخوان راموا في بيوتهم في الجزائن ما يقللون شيء ويخافوا وروحوا للحبس إذا نحره في يديكم تلك الخطابات الشعبوية والجزائر وسوف نقضي واندي ما كاش منها وتوريوا المدافع في تليفزيون ومناورة ومش يكون ديروا هكو اللي تقول ضحوكا ما بين الجناز الناس اللي هم سيريو اللي كنت يبغوا قاد يدحكوا عليكم يدحكوا علينا وممطنون فاسكوحنانا محزوبين عليكم دونك تعالوا الى حل سواق تعالوا الى حل توافق اي هذا الشعب شعب كريم راهوا في سنية ما هوش حاب يخرب بلاده ما هوش حاب يدخل بلاده في دوامة عنف ونحن نرفض العنف لكن في نفس الوقت لن نسمح لكم ان تعالى تسيرونا كما سيرتهم اجدادنا وابعنا هذه لازمكم تفهمها من المستحيل انكم تكملوا تسيروا الجزائر كما سيرتهم في الربعين سنة أو الخمسين سبعة خمسين سنة الاخيرة نتمنى ان هذا النيداء يجد ادان صاغية ولكن بس يجي يجد ادان صاغية لازم التصعيد السلمي والانخيارات في ادراب 27 و28 نوفمبر ان شاء الله كي نبين للاخوة داخل مؤسسة العسكرية اننا نرفض هذه الانتخابات اننا نرفض هذا المسروع العسكراتي للدولة اننا نرفض التوجه السياسي الذي يريده القيد صالح ومن محاه ونريد حل سياسي سلمي ادها في انتخابات حرة ادها في انفتاح سياسي حقيقي ادها إلى مصالحة سياسية حقيقية اخواني اخواتي سمحوا لي لطولتها لكم نتلقوا ان شاء الله في اقرب الاجر باذن الله سلام الله عليكم وليل السعيد السلام عليكم